بسم الله الرحمن الرحيم هل المحاسبة تخلو من التخيل والتفكير الخلاق؟ هذا السؤال تجيب عنه الوحدة الثانية من هذا المقرر الذي نحن بصدده حيث أن النظر السريع إلى المحاسبة تؤدي إلى الاعتقاد بأن المحاسبة بطبيعتها إجرائية فالجزء المنظور من المحاسبة هو إمساك الدفاتر وإعداد القوائم المالية ومع ذلك فإن المتأمل في علم المحاسبة يجد غير ذلك حيث يوجد في المحاسبة هيكل من المعرفة النظرية وإطار فكري متسق يحتوي على أهداف ونظريات ومفاهيم مرتبطة بهما وتعاريف محددة بإحكام ودقة وتعاريف محكمة أو محددة بإحكام ودقة وقواعد منطقية وأعراف وغير ذلك كل ذلك في إطار فكري متسق ومع ذلك فإن هناك اختلاف جوهري بين مبادئ علم المحاسبة ومبادئ العلوم الطبيعية والرياضية مثلا من حيث الاتسام بالثبات النسبي يعني المبادئ في العلوم الرياضية والعلوم الطبيعية بتتسم بقدر كبير من الثبات النسبي أما المبادئ المحاسبية فلا تشكل حقائق سابتة المبادئ المحاسبية أيضا لا يتم اكتشافها مثل المبادئ في العلوم الرياضية والعلوم الطبيعية وإنما هي تنشأ ثم يتم تطويرها والاتفاق عليها وتجد مصداقيتها من خلال الاعتراف بها والقبول العام لها لذلك سنبدأ في هذه الوحدة في التعرض للإطار الفكري للمحاسبة المالية وكما ذكرنا فالإطار الفكري للمحاسبة المالية يمثل نظاما متكاملا من أهداف وأسس متسقة مع بعضها البعض ثم يتم بموجب كل ذلك إعداد معايير متناسقة لوصف طبيعة ومهام ومحددات المحاسبة المالية وهذا الإطار يعد في شكل مجموعة من الافتراضات والمفاهيم والمبادئ التي تمثل إطارا فكريا مرجعيا يمكن من خلاله تقييم الممارسة التطبيقية المحاسبية وأيضا يستخدم كمرشد في تطوير التطبيقات المحاسبية وتحديد السياسات والطرق المحاسبية الواجبة التطبيق للقياس والإفصاح عن بنود القوائم المالية أهمية الإطار الفكري للمحاسبة المالية ترجع أهمية وجود إطار فكري للمحاسبة المالية للاعتبارات التالية واحد وجود هيكل من الأهداف والمفاهيم المحاسبية يمكن من إعداد معايير وإجراءات محاسبية متناسقة أيضا وجود إطار فكري للمحاسبة المالية يمكن المحاسب من إيجاد الحلول العملية للمشاكل التطبيقية التي تظهر على سطح الواقع أو المستحدثة التي تواجهه كذلك أيضا وجود الإطار الفكري يؤدي إلى ذيادة سقة مستخدمي القوائم المالية في موضوعية المعلومات المالية التي تحتوي عليها القوائم المالية وأيضا يؤدي إلى زيادة القدرة على تفسيرها وتحليلها كذلك أيضا وجود إطار فكري للقوائم المالية أو للمحاسبة المالية يمكن من المقارنة بين القوائم المالية للمنشآت المختلفة طالما أنها تعد وفقا لمعايير وأسس متماثلة متعارف عليها مكونات الإطار الفكري للمحاسبة المالية هناك العديد من المحاولات التي بزلت من قبل التنظيمات واللجان والكتاب المهتمين بمجال المحاسبة لوضع وتنمية بعض الأطر النظرية المحاسبية وقد أصفرت تلك الجهود والمحاولات عن وضع إطار فكري للمحاسبة المالية يتكون من ثلاثة مستويات على النحو التالي المستوى الأول ويتضمن الأهداف الأساسية للمحاسبة المالية والمستوى الثاني ويتضمن المفاهيم المحاسبية أو المفاهيم الأساسية للمحاسبة ويهتم هذا المستوى بتحديد الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وأيضاً وضع التعريفات الخاصة بعناصر القوائم المالية المستوى الثالث ويتضمن مفاهيم القياس والتحقق ويجتمل هذا المستوى على كل من الفروض والمبادئ المحاسبية وأيضاً القيود التطبيقية المفروضة على الممارسة المحاسبية مكونات الإطار الفكري للمحاسبة المالية السابق ذكرها يوضحها الشكل التالي يتبين من الشكل أن الإطار الفكري للمحاسبة المالية كما ذكرنا يتكون من ثلاثة مستويات مستوى الأول أهداف المحاسبة أو أهداف القوائم والتقارير المالية ثم المستوى الثاني تضمن المفاهيم الأساسية اجتمل على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وكذلك عناصر القوائم المالية ثم المستوى الثالث والذي يتضمن مفاهيم القياس والتحقق وهو يجتمل أيضاً على الافتراضات والمبادئ المحاسبية وكذلك القيود التطبيقية المفروضة على المحاسبة ونتناول المستوى الأول بالتفصيل والذي يتضمن أهداف المحاسبة المالية وقد تعرضنا لذلك في الوحدة الأولى من خلال الحديث عن أهداف القوائم المالية أو التقارير المالية وذكرنا بشكل مجمل أن أهداف المحاسبة المالية بتتحدث في ضوء احتياجات مستخدمي القوائم والتقارير المالية مع الأخذ في الاعتبار أن المحاسبة تعتمد على إعداد قوائم مالية ذات غرض عام بغرض تقديم المعلومات المفيدة والممكنة لمختلف مجموعات المستخدمين كما ذكرنا سواء من داخل الشركة أو من خارجها بتكلفة منخفضة وبطريقة تمكنهم من الاعتماد عليها في اتخاذ القرار المناسب الأمر الذي يلقي على عاتق مستخدم القوائم المالية ضرورة إلمامهم بالمفاهيم والمبادئ المحاسبية والمعلومات الواردة بالقوائم المالية حتى يتيسر لهم استقراء القوائم المالية وتفسيرها وتحليلها المستوى الثاني من مكونات الإطار الفكري للمحاسبة المالية والمتعلق بالمفاهيم الأساسية وهي التي تمثل حلقة الوصل بين المستوى الأول وهو أهداف المحاسبة وكيفية تحقيقها أو القيام بها وهو المستوى الثالث مفاهيم القياس والتحقق هذا المستوى الثاني الذي يشتمل على المفاهيم الأساسية كما ذكرنا يشمل أو يتضمن كل من الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية بمعنى ما هي الخصائص التي يجب توافرها في المعلومات المحاسبية لكي تكون المعلومات أكثر فائدة بالنسبة لمستخدمها أو بالنسبة لمتخز القرار وأيضا يتضمن هذا الجزء التعرض لعناصر القوائم المالية الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية يوضح الشكل التالي الخصائص النوعية التي يجب توافرها في المعلومات المحاسبية كي تكون أكثر فائدة لمتخز القرار وتنقسم هذه الخصائص إلى نوعين كما يوضح الشك خصائص أساسية تتمثل في الملائمة وإمكانية الاعتماد على المعلومة المحاسبية والمعلومة لكي تكون ملائمة ينبغي أن يتوافر فيها ثلاثة خصائص أو ثلاثة عناصر أن تتوافر في التوقيت الملائم وأن تساعد متخز القرار على التنبؤ وكذلك أيضا يتوافر فيها التغزية العكسية بمعنى تؤثر على قناعة أو على الرأي المكون لدى متخز القرار ثم الخاصية الأساسية الثانية إمكانية الاعتماد على المعلومة لكي تكون المعلومات يمكن الاعتماد عليها ينبغي أن يتوافر فيها ثلاثة عناصر الأمانة في العرض والقابلية للتحقق وعدم التحيز وذلك على النحو الذي سنوضحه في النقاط التالية أيضا هناك إلى جانب الخصائص الأساسية التي يجب توفرها في المعلومات المحاسبية هناك خصائص سناوية وتتمثل في القابلية للمقارنة والسبات ترجمة نانسي قنقر